أجرى التلفزيور المصرية عددا من اللقاءات مع نواب مجلس الشيوخ حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلية والذي وافق عليه المجلس وأكد النواب أهمية التعديلات في دعم قطاع العمل الأهلي في مصر أهم الأهداف هي زيادة مدة توفيق الأوضاع للجمعات الأهلية لأن تبقى لآخر حصر قدمت وزارة التضامن في 28 ألف جمعية قد أنهوا إجراءات توفيق الأوضاع وتلات تلاف كانوا في إطار لسه التوفيق ده من رقم كله 52 ألف فيه بحب نكلم في حاجة وعشرين ألف جمعية ومؤسسة العمل الأهلي لم توفق أوضحها المجلس كان بيناقش بالحقيقة قانون من القوانين المهمة بتعديل قانون 149 لسنة 2019 تنظيم ممارسة العمل الأهلي النهاردة كانت مادة مهمة جدا نهاردة لتخص مادة توفيق أوضاع الجمعيات احنا شوفنا إزاي الفترة ما كانتش كافية للجمعيات على مدار السنة اللي فاتت كان عندنا ظروف جائحة كورونا كان فيه تحديات بتقابل الجمعيات لذلك احنا كنا شايفين من المهم أن يتكمل مجلس شيوخ النهاردة من خلال أدواته البرلمانية أن يتم مادة فترة توفيق أوضاع كل ده جاء استجابة للدور الهام اللي بتقوم بمؤسسات المجتمع المدني الدور الكبير اللي بتقوم بهذه المؤسسات باعتبارها شريك أساسي للدولة المصرية في عملية التنمية وفي عملية استقرار الدولة وفي عملية الوقوف بجانب الدولة وتقديم مساعدات سواء مساعدات مادية أو مساعدات معنوية أو دورات تدريبية كلنا بنشعر بهذا الدور الكبير اللي بتقوم بهذه المؤسسات وبالتالي كان لزاما على نواب الشعب ونواب مجلس الشيوخ أن يسارعوا إلى توفيق أوضاع هذه المؤسسات حفاظا على هذه الكائنات الكبيرة